طلابي طالباتي يعطيكو ألف عافية جميعاً اليوم بإذن الله رح أكون معكم بالجزء الخامس من تأسيس مادة اللغة العربية الأجزاء السابقة وتوفره على موقع وتد بالإضافة على قناة اليوتيوب الخاصة بالأستاذ معنى الدقامسة اكتب على اليوتيوب الأستاذ معنى الدقامسة بيطلعلك حصص التأسيس كاملة بإذن الله في الحصص السابقة أخذنا عن الجملة وإيش تتكون وحكينا عن الضمائر وحكينا أشياء كثير هامة برضو بدأ أكد عن نقطة كثير كثير مهمة للطلاب يمكن في طلاب بيشوفونا أول مرة بحضور التأسيس تعنا هاي المعلومات يا طلابي لو سمحت هاي الصورة أكتب لي اسمك فرعك مدرستك وبعتلي مسيج على الواتساب على رقم الواتساب أكدلك عليه اللي هو عندي صفر ثلاث سبعات ابعتلي هاي المعلومات تاعتك اللي طلبتها أنا بالصورة واحد ثلاث تسعة بحيث أنه أنت تنضم لقروب الواتساب بتاعنا بحيث أضيفك على القروبات لامتحانات أوراق العمل ونصائح وطريقة تصحيح امتحان الوزارة كيف أنا بتعامل مع مادة اللغة العربية بالإضافة إلى الامتحانات المحاوسبة اللي رح تكون إن شاء الله على التأسيس وعلى مادة اللغة العربية بشكل تام ورح نحكي لك عن كل إشي بهمك بالتوجيه بإذن الله تعالى اليوم إن شاء الله موضوعنا احنا أخذنا هذا شرحناه كامل حكينا نقدر ندخل على اليوتيوب ونلاقي كل هاي الأشياء اللي بدنا إياهم حكينا على الجملة الفعلية اليوم إن شاء الله رح نأخذ الجملة الإسمية لكن قبل ما نأخذ الجملة الإسمية رح أضطر إن أضطرق لموضوع كثير هام اللي إحنا بنسميه باللغة العربية شبه الجملة شبه الجملة باللغة العربية تتكون من جزئتين لأنه هاي طبعا ليش حكيت لك ايه أنا لأنه بالجملة الإسمية كثير رح أستفيد منها وكثير رح أستخدم هاد المصطلح فشبه الجملة تكون عندي من جار ومجرور تمام أو بتتكون عندي من ظرف سواء كان عندي ظرف زمان أو ظرف مكان زائد مضاف إليه هاي بالنسبة لعشة طلابي هاي بالنسبة لشبه الجملة الظرفية لشبه الجملة الظرفية وشبه الجملة من الجار والمجرور يعني كون عندي الجار والمجرور كون عندي حكينا من حرف جر زائد اسم مجرور وهي رح تفيدنا بالجملة الإسمية كثير وكيف أنا رح أعرف إنه هاي شبه جملة ظرفية ولا شبه جملة من الجار والمجرور مثلاً، عندي هون دخلته إلى المنزل، في عندي دخل فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني في محرفه فاعل، طبعاً الخط لازم يكون هون إلى حرف جر، والمنزل اللي هي عندي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، وهاي شبه جملة من الجار والمجرور. أما شبه الجملة الظرفية، فبتكون عندي من الظرف زائد بتكون عندي من مضاف إليه، من ظرف زائد أيش عندي هون مضاف إليه، يقف الطالب أمام العلمي، يقف فعل، الطالب فاعل، أمام ضرف مكان وهو مضاف، واللي علمي مضاف إليه، ولي قدام شوي أيضاً رح نأخذ عن الإضافة. طبعاً في كثير طلاب يقولون لي أيش الظروف؟ الظروف رح نأخذهم بتوسع إن شاء الله، زي كلمة أمام، زي كلمة قبل، زي كلمة تحت، زي كلمة لدى، زي كلمة عندى، زي كلمة فوق، وغيرها من الظروف سواء كان عندي ضرف زمان أو ضرف مكان. هاي النقطة كثير مهمة، ولي قدام شوي رح أحكي لك إنه ليش هاي الشيء أخذت أنا قبل ما أعطيك الجملة الإسمية، لأنه في عندي إش اسمه خبر باللغة العربية، وهذا الخبر بيكون شبه جملة، قد يكون شبه جملة من الجار والمجرور، أو شبه جملة ضرفية. إذن نبدأ الآن بالجملة الإسمية، الجملة الإسمية يا طلابي، شوف، هي الجملة التي تبدأ بإسم مرفوع، وتتكون من المبتدأ وخبر، الأزهار متفتحة، إذن الجملة الإسمية عندي بتتكون عندي من مبتدأ، هاي الجملة الإسمية، زائد إش يا طلابي، زائد بتتكون عندي من خبر، إذن تتكون عندي الجملة الإسمية من مبتدأ، تمام؟ زائد دي ايش عندي؟ زائد خبر. و دائماً يا طلابي بدي أعرف أنا أن المبتدأ دائماً مرفوع. تمام؟ و الخبر أيضاً دائماً بدي يكون مرفوع. إذن الجملة الإسمية تتكون عندي من مبتدأ زائد خبر. المبتدأ دائماً بدي يكون عندي مرفوع. و الخبر أيضاً بدي يكون عندي مرفوع. طلع، الأزهار متفتحة. الأزهار مبتدأ مرفوع. و علامة رفع الضمّة الظاهر على آخره. أما متفتحة فإعرابها خبر مرفوع وعلامة رفعها أيضاً الضمة أو تنوين أضر الملاحظة الهامة اللي عندي هون شوف شوف أحكي لك هذه الملاحظة كثير هامة لأنه كثير من الطلاب كثير من الطلاب بخطئ فيها فأنا لازم أن أبحث إلها وهذه الجزئية رح تفيدنا كثير بمادة اللغة العربية التخصص أيضاً ورح تفيدنا أيضاً بمادة المهارات فنبدأ ننتبه للنقطة هاي أنا حكيت إلى أساسيات اللي أنا بعطيك هيها بالمادة هون مش أساسيات للغة العربية كاملة هي أساسيات بتفيدك بمنهاج التوجيهي فقط أغير لأنه أنا لو بدي أسسك بمادة اللغة العربية كاملة بعيد وبزيد بدنا حصص ساعات وساعات وساعات لحتى نقدر نغطي جزئية من أساس مادة اللغة العربية فشو بشو بحكي لك شبه جملة زائد اسم نكرة يعني شبه جملة سواء كانت شبه جملة ضرفية أو شبه جملة من الجار المجرور زائد اسم نكرة تمام شبه الجملة شو بدا تكون يا أستاذ دائما في محل رفع خبر مقدم والاسم بدي يكون مبتدأ برصد طلع في التكراري فائدة هلأ في حرف جر التكراري وإيش عربها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة هلأ فائدة طبعا على طول الطالب شو رح يحكي حرف جر اسم مجرور مضاف إليه لا يا قلبي هاذي انساء لياه كواعد صف الأول صف الثاني صف الرابع دال انساء لياه احنا هون في اشي جديد يعني هون هاي المعلومات ممكن كثير معلومات خاطئة كانت عي كثير من الطلاب إنه حرف جر اسم مجرور مضاف إليه لا غلط حط ليها حلقة بدنك يا طلابي حط ليها حلقة بدنك يا طلابي شو هي بقولك إنه هلأ هون عندك معرف بأل هذا قال للتعريف والإضافة رح ناخد هاي قال للتعريف والإضافة لا يجتمعان قال للتعريف والإضافة مستحيل إنهم يجتمعون ولا بأي صورة من الصور إذن قال للتعريف مع الإضافة مستحيل يا طلابي إنهم يشكونوا مجتمعين فإذن عندي هوني طلابي في التكراري فائدة في حرف جر التكراري اسم مجرور هاي شبه جملة إيجا بعديها اسم نكرة مرفوع اسم نكرة مرفوع إذن هذا على طول شو بدي أعربه أنا بدي أعرب الاسم النكرة مبتدأ مرفوع وشبه الجملة يبتتكون في محل رفع خبر مقدم في العلم فائدة طلع هلأ في شو بعربها أنا هون عندي بعرب فيه على أنها حرف جر طب العلم العلم بعربه على أنه اسم مجرور وفائدة مبتدأ مؤخر يا شماله مبتدأ مؤخر مرفوع تمام تمام إذن هاي شبه الجملة من الجار المجرور بعربها شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم طبعا سواء كانت شبه جملة من الجار المجرور أو شبه جملة ظرفية أمام المدرسة احتفال أمام ظرف مكان أمام ظرف مكان المدرسة مضاف إليه دائما بعض هذه الظروف يعرب الاسم الواقع بعدها على أنه مضاف إليه أمام خلص ظرف مكان منصوب على متصف الفتحة الظاهرة على آخره هو مضاف اللي بعدها على طول مضاف إليه مجرور فايش بعربها مضاف إليه مجرور وعلامة جار الكسر هلأ شبه الجملة هايش بسميها شبه الجملة الظرفية تكون في محل رفع خبر مقدم والاحتفال بيكون عندي مبتدى مرفو أخر مرفوع لديه بس أعطيك إش جديد لديه معلومة مفيدة لديه معلومة مفيدة طلع هلأ لدى مكونة إيش عندي لديه مكونة من لدى زائد اليا هذا اسم الظرف اسم طلابي وطالباتي في عندي اسم أي اسم بخطر على بالك باللغة العربية زائد النا زائد الها وحكينا هاد زائد اليا زائد الكاف ناهيكة هذول بدهم يكونوا ضمائر في محل جر مضاف إليه فدائماً أي اسم بيتصل في ضمير من الضمائر بنعربه على أنه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه فعندي هنا لدى ايش بعربها بعرب لدى يا طلابي على أنها ظرف مكان طبعاً وهو مضاف واللي يا ايش بعربها بعربها على أنها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه وشبه الجملة هاي كاملة بحكي عنها شبه الجملة في محل رفع خبر مقدام طب وين المبتدأ اللي هي معلومة بعربها على أنها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعية تنوين الضم أو الضمة ومفيدة بعربها على أنها نعت مرفوع تم هلأ الجملة الاسمية أيضاً يا طلابي نحكي نقطة كثير هامة فيما يتعلق بالجملة الاسمية في عندي اشي باللغة العربية اسمه كانوا أخواتها وإنه أخواتها أنا هون كيف بدي أعاملها الآن رح ننتقل أنه نعرف كيف أنه لما دخول إنه وأخواتها وكانوا أخواتها على الجملة الاسمية شو رح تعمل بالجملة طيب طلابي هلأ فيما يتعلق بكانوا أخواتها وإنه أخواتها تمام هلأ كانوا أخواتها اللي هي عندي أفعال ماقصة ناسخة تدخل على الجملة الاسمية بتغير الحكم العرابي للجملة حكينا الجملة الاسمية كون مبتدأ كون من خبر وحكينا المبتدأ دائماً مرفوع والخبر دائماً أيضاً مرفوع لكن كان أخواتها اللي هي عندي طبعاً كان أصبح أمسا ضل أضحى بات أصار ليس ما زالة ما بريحة من فكة ما دامة وما فتية هاي أفعال نقص تدخل على الجملة الاسمية تمام هاي عندي جملة اسمية جملة اسمية من poder ايش تكونت يا أستاذ ، ومن مبتدأ تمام ومن أيش أيضاً ومن خبر وإحنا حكينا المبتدأ دائماً مرفوع والخبر دائماً مرفوع من اجهت عندي على الجملة؟ اجهت عندي على الجملة كانة دخلت كان على الجملة الاسمية شو عملت؟ ولا إيش يا أستاذ المبتدأ كان صديق لك أنا فما عملت فيه إيش فظل المبتدأ مرفوع الخبر كانت كان ما تحبه فصار الخبر أيش عندي هون منصوب بس صار في عندي شوية تغيير المبتدأ اسم مرفوع والخبر خبر منصوب إذن مرة ثانية كان تدخل على الجملة الاسمية شو بتعمل فيها تبقي المبتدأ مرفوع ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى إيش ويسمى خبرها إذن بكل طريق أو بكل سهولة وبكل ببساطة اسم كان دائما مرفوع وخبر كان دائما بده يكون عندي منصوب طيب طلع نأخذ مثال نوضح لك الحكي اللي حكينا الدرس سهلو الدرس سهلو هلأ لما أنا بدي أجعل جملة هاي اللي هي مكون عندي من مبتدأ ومكون عندي إيش من خبر بدي أدخل مين بدي أدخل كان على الجملة كان الدرس سهلا هلأ العراب شو بده يصير عندي بعرب كان بتعرب بهذه الصورة فعل ماضي ناقص الدرس إيش بصير إعرابه ما بحكي فاعل والله لا بحكي على أنه أساس عرابه اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم طب سهلا إيش عرابها يا أستاذ عرابها خبر كان منصور وعلامة نصبه هي تنوين الفتح هاي فيما يتعلق ياش عندي هون بكان واخوة طيب طلع بس أنا بهك لك كير نقطة كثير مهمة كان في المدرسة احتفال طبع الجملة اللي عندي هون هلا كان أنا إيش بدي أعربها بعربها يا طلابي على أساس إنها فعل ماضي مبني على الفتح تمام تمام يا أستاذ طيب بعد كان بدها اسم وبدها خبر هلا أنا بدي أعتبر أنه كان مش موجودة لو كانت الجملة في المدرسة احتفال مش بحكي في المدرسة شبه جملة في محل رفع خبر وبحكي لك احتفال إعرابها مبتدأ مؤخر مرفوع مية بالمية زي ما أخذنا قبل شوي إنه لما تكون عندي الخبر شبه جملة سواء كانت عندي شبه جملة من الجار المجرور أو شبه جملة ضرفية تمام طيب هلا لما تدخل كان على الجملة نفس الإشي ولا بختلف إشي في المدرسة شبه جملة في محل إيش في محل نصب خبر مين خبر كان تمام طيب احتفال شبه نكون نعرابها نكون نعرابها اسم كان مرفوع اسم كان إيش عندي هون مرفوع إذن مرة ثانية طلابي كان بتدخل على الجملة الإسمية المبتدأ بيظل مرفوع بنسمي اسمها الخبر بصير منصوب وبنسمي خبرها يعني هون مثلا عندي طلع ليس للخائن ضمير ضمير هاي اسم كان واضحة اسم آسف اسم ليس اسم ليس مرفوع طيب للخائن شبه جملة من الجار والمجرور للخائن جار والمجرور في محل نصب خبر ليس مقدم ضل الحارس في المدرسة ضل في فعل ماضي الحارس اسم ضل مرفوع وعلامة رفعه الضماء الظاهرة وفي المدرسة في حرف جر المدرسة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وشبه الجملة في محل نصب خبر طيب هلأ بنجد لأشي ثاني اسمه إنه وأخواتها تمام نجد لأشي اسمه إنه وأخواتها وكانه وأخواتها هلأ بدي أنتبع أنه في عندي إن وأن ولكن ولعل وليت وكان إن وأن ورح نأخذ إن أصلا في مادة اللغة العربية التخصص بالذات إن وأن كأن لعل إن أن لكن لعل ليت كأن إن أن لكن لعل ليت كأن هلأ هاي بسموها باللغة العربية حروف ناسخة تعمل عملها أيش بتعمل؟ تدخل على الجملة الإسمية برضه يعني شغلتهم وعملتهم المبتدى ومين؟ والخبر شغلتم وعملتهم المبتدى والخبر طيب يا أسود شو بيعمل له دول هدول بيجي إنّ بتدخل على الجملة الإسمية اللي مكونة عندي من مبتدى وإيش? تدخل إنّ المبتدى بصير عرابه اسم إنّ وخبر مين خبر إنا هلأ إنا وأخواتها تعمل عكس عمل مين عكس عمل كان أو غير تدخل على الجملة الإسمية اسم إنا بدي يكون عندي منصوب وخبر إنا شو بدي يكون عندي مرفوع فهذه النقطة كثير مهمة جدا لازم تعرف يا طالبي يا طالبتي إنه اسم إنا دائما منصوب وخبر إنا دائما مرفوع اسم كان دائما مرفوع وخبر كان دائما منصوب وما يطبق على اسم على كان وأخواتها وعلى كان وأخواتها يطبق دائما على مين على إنا وأخواتها مثلا طلع عندي هنا المثال لعل النصر قريب لعل حرف نصب طبعا حرف ترجي ونصب النصر اسم إنا منصوب وعلامة نصب الفتحة وقريب إعرابها خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخر إذا النصر اسم لعل منصوب وعلامة نصبه الفتحة وقريب إعرابها خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضم مثال إن العلم في الصدور نفس الشيء طالع علي إن العلم في الصدور إن العلم يعيش بعرفها؟ بعرفها على طول على أنها اسم إنه منصوب وفي بعرفها على أنها حرف جر والصدور بعرفها على أنها اسم مجرور طيب إنه وأخواته شو بدها؟ بدها اسم وبدها خبر طيب العلم اسم إنه منصوب شو بحكي هون أنا؟ بحكي كالآت يا طلابي شبه الجملة في محل رفع خبر مين؟ خبر أم إذن مرة ثانية طلابي طالباتي اللي أخذنا اليوم اعتمنا فيه عندي الجملة الإسمية باللغة العربية بتتكون ممتدأ وخبر حكينا ممكن يكون الخبر شكله شبه جملة شبه الجملة شو يعني يا أستاذ؟ حرف جر زاد اسم مجرور تمام؟ أو ظرف زمان أو ظرف مكان زاد مضاف إليه تمام التمام حكينا المبتدأ دائما مرفوع والخبر دائما مرفوع قد تدخل كان وأخواته على الجملة الإسمية شو بتعمل؟ تنسخ الحكم الإعرابي بصير عندي المبتدأ بيظل إعرابه مرفوع بصير إعرابه اسم كانة واسم أصبحة والخبر بدي يصير عندي هون منصوب لكن إنه وأخواته تعمل عكس عمل إنه عكس عمل كان وأخواته وهي حروف ناسخة تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وتبقي الخبر مرفوع ويسمى خبرها طلابي طالباتي هون في عندي نقطة كثير هامة إنه لازم أنا أنتبه على هاي الجزئيات طبعا رح يجيك واحد حكي لك طب أستاذ أنت ما أعطيتناش أنواع الخبر إنه مفرد وجملة إسمية وجملة فعلية وشبه جملة من الجار المجرور وشبه جملة ضرفية ما إلو داعي بالتوجيه أنا أعطيتك الأشياء الأساسية اللي أنت أو أنت كطالب وطالب التوجيه رح تستفيدوا منهم طبعا المبتدأ إلو صوار اسم مفرد اسم ظاهر اسم موصول مصدر مأول لا في داعي أدخل لك بهذه التفاصيل لأنه أنت أنا ما بدأ أشكل عليك عبئة زيادة أنا بأعطيك زبدة المادة زبدة الأساسيات اللي أنت لازم تستفيد منها قبل ما تبلش بمرحلة التوجيه طلابي طالباتي أمنيات التوفيق لكم جميعا بإذن الله تعالى وإلى جزء آخر من التأسيس بإذن الله تعالى شكرا